شباب الإخوان ومحمود حسين في اسطنبول وإبراهيم مونير في لندن شباب الإخوان طلعوا بيان قالوا الإخوان المسلمون نجاح الحوار الوطني مرهوم بإطلاق المعتقلين ومشاركة الجميع أنت بو أنت مالك الله أنت مالك يا سيد أنت للك علاقة بالحوار لا من قريب ولا من بعيد لا مدعو ولا مشارك ولا أنت أصلا وطني ده اسم الحوار الوطني بين الفصائل المصرية الوطنية أنت مش وطني أنت مش مصري وأنا بقول بهذا القدر من القسوة في الكلام لأن أنتوا قبل كده مرشدكم قال توظف مصر كي لا ننسى محمد مهدي عاكف قال كده قال توظف مصر موقع إخوان أونلاين اللي هو تبع محمود حسين تكلم طبعا قالك تزع سنوات اظلم فيها وجه الحياة في مصر اللي هم من ثورة ثلاثين ستة الغد دلوقتي هو بيقول اظلمت فيها اظلم فيها أظلم فيها وجه الحياة في مصر الحياة ظلمت يعني بيقول ده مين ده محمود حسين موقع إخوان أونلاين بيقولوا هذا الكلام وأنا بقول لهم احنا متفاهمين أنا متفاهم والله متفاهم مش الغضب الحصرة الإخوانية وأنا بقول دي حصرة إخوانية وتاني بعيد الكلام اللي بقوله المرة التانية ليس للإخوان في مصر من حق إلا حق واحد فقط أتدرون ما هو هو حق البكاء ليس لهم من حق لدينا إلا حق واحد فقط هو حق البكاء بقودة الأمر عندي برضو سليم عزوز معرفت لي والله سليم عزوز ده مش عارف إيه الرمية الرمية دي ثورة 30 يونيو الأبوة بالتبني ولا بأسة هي ثورة لكنها ثورة مضادة ويمثلت غطاء مدني بانقلاب والله أشفقه على هذا الرجل أشفق عليه له عارف هو يمين ولا شمال له عارف إنه رجل ولا غير رجل هو مش عارف هو حائر هو حائر هو من الناس اللي هم بيصيبهم مرض كده اسمه إيه مش عارف مش عارف يرس على بر هو هو صورجي هو شتراكي هو يساري هو أصولي هو إخواني هو إيه بالزبط هو مش عارف هو مش عارف لكن خلاصة على رجل إبراهيم وعايزة أكل عيش بس العيش لما يكون مغموس بالزل والإهانة ومغموس بالخيانة شكله وطعمه يعني أسموه